الشاشة نواري لحضراتكم لأن برضو يعني الكابتن فاتحي فتح لنا الموضوع ده بطريقة مهمة جدا طبعا الكابتن فاتحي اسلام اتكلم فيها كويس قوي وعاوز اخد كمان من كلام كابتن بيلان لما اتكلم على معالجة الاخطاء وبالتحديد النواحي الهجومية ماينفعش انت تكون بتضيع كتير قوي كده او احيانا كمان فيه ما بتوصرش الجول بالشكل الكافي وده بان في المباراة اللي فاتت المباراة اللي فاتت كانت نوعا ما مشحونة شوية ما لعبتش فيها كورة اللي جمهور النادي الاهلي مستنين صحيح انا في الستوديو اللي فات قلتلك لا تسأني في الوقت الحالي لا تسأني عن الاداء الجمالي لكن لازم التلات نقاط بس ده ما يمنعش ان انت عشان تجيب التلات نقاط ما انت لازم تلعب كورة ما انت مش هتجيب جول وانت عند التمنتشر بتاعك لازم توصل بالكورة المباراة اللي فاتت كان فيه حاجة غريبة شوية لما تيجي تبص في تشكيل النادي الأهل يا إسلام أنا عاوزك تعد الفوتبولرز بدون مبالغة أي من أشرف فوتبولر علي معلول الفوتبولر قادي اللي في الخط الخلفي حمدي وعمر السلية الاثنين لعيبة كرة كويسين جدا رمضان وصالح لعيبة كرة على أعلى مستوى حسين ممكن يكون أقلهم شوية في الكرة يعني أنت بتتكلم في سبع لعيبة يا سيدي ست لعيبة أزيد من نص الفرقة فوتبولرز وعندهم مهارة ويقدروا يحلوا في التمريرات الديئة أو المواقف الفردية طيب إيه لازمت بقى أن أنا أشتغل على الطويل كتير يعني وجهة نظر المباراة اللي فاتت أمام سموحة النادي الأهل ضيع ما يقرب شوط كامل استخدم فيه كرات طويلة الغير مبررة وعشان كده أنت ما حسدتش بصالح جمعة أو خطور التمريرات صالح جمعة تعالى نبدأ الحالات يا أسلام أوريلك أن في الشوط الأول في أكتر من خمس ست كرات طويلة بدون أي عنوان زي ما بنقول والكرة الوحيدة اللي عدت فيها كرة وتحررت من مركزة تدي طبعا من أول الشناوي بدون أي خطورة حتى كمان يا أسلام اللي بيجننك أن عارف لو مروان عارف لو مروان هو اللي بادئ أقولك مروان بيجيد الطويل لكن مروان يكسب أزاره شوية فيه التعامل مع الكرات العالية طب دي العبها الشناوي كرة طويلة ده أوريك راحت فين بدون أي عنوان راحت لأبو جبل هتلاقي الموضوع ده تكمل على طول كده الشوط الأول الحالة الوحيدة اللي الأهلي لقيت فيها كرة هوريها لك كان فيها في منتهى الخطورة وكان تحرر وعدم التقايد بمراكز وفيها لعب وتمرير وفيها تحرك من غير كرة وبعد المهم كمان بعد ما بتلعب التمريرة ما بتوقفش بتكمل جاري كل دي كرات طويلة يا أسلام بدون أي عنوان أنت مش قادر تسلم صالح جمعة فيه حاجات يا أسلام أنا جايبها لك سداني ما فيهاش ضغط ما فيهاش ضغط فيها حاجات كتير قوي ما فيهاش ضغط وهوريها لك هنا هنا هتأي يعني رمضان هيعمل إيه هنا حتى لو استلمها وهي عالية وفيه واحدة بقى أخيرة هاختم بيها الشوت الأول لأظهره هنا هنا كان فيه محاولة للخروج بالكرة عاوزك بقى توقف يا سامير هنا بقى السوق هيعمل بيها إيه هنا أظهره بص الكسافة أصلا هيعمل بيها إيه هنا أظهره حتى لو استلم بص العدد لا يسمح إن حتى أظهره لو استلم يسند لحده ويتحرك يخلق له مساحة يعمل وانتو يتحرك في ظهر المدافعين بسرعته المعروفة فما فيش يعني ما فيش القرانة الطويلة اللي حضرتك بتطالب عدم اللقب بيها بالزبط خاصة إن زي ما بلال قال التشكيل سابت فإذا انت لازم تشتغل على علاج الأخطاء الهجومية اللي انت ارتكبتها تمام طيب هي دي اللي أنا أعتقد حسين الشحات عملها لونج بول عند أزارو مظبوط مظبوط هي دي دي كانت أعتقد آخر حالة الحالة الوحيدة بقى اللي أنا اخترتها لك اللي الأهل اللقب فيها كرة شوت الأول مظبوط شوت الأول مباراة تسموحها دي حقيقة اه دي برضو استكمالا للطويل تمام دي ما كانش فيها ضغط خالص إسلام أعطى دي ما كانش فيها ضغط تمام فين الضغط بعيد قوي ما تحاولش تفهمني ان في حوالي خمستاشر خطوة وتقول لي ضغط ايه المبرر بتاع ده يبقى ملوش مبرر طيب آخر حالة بقى الحالة اللي الأهل اللقب فيها كرة عدة تمريرات وتغيير اتجاه اللقب كانت الكرة في أقصى الشمال جات أقصى اليمين بص هنا بقى عاوزة أقف بس عاوزة أقف هنا أو لما كدر يطلع يا سامير لفوق المخرج يطلع بالكدر لفوق عاوزة أقف موقف تلاتة على تلاتة عشان يسبت لك إن الأهل عنده فوتبولرز لأ همشي المخرج هينزل من وراء بالكاميرا اللي وراء فتحي همشي يا سامير كمان 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 بس عاوزة أقف بص يا سلام أدي كام أربعة وتلاتة أحمر اللقب السريع والتمرير السريع وعدم إنك بعد ما تمرر تقف والتحرك من غير كرة بص التلاتة بتوع الأهل هيدربوا الرباعي بتاع سموحة امشي يا سامير بالسرع واحد اتنين بص فتحي راح فين واحد لو وصل في منطقة الخطورة كمل لسه بدري قوي دا لسه هتروح لمعلولي يعني إذا الهاجمة اشترك فيها الباك رايت والباك ليفت أدي معلول فوق عند رايت الكورنر معلول بالمهارة رجع لصالح صالح بق حط هناك على حسين الشحات لا هرجع يا سامير معلش الكادر اللي فات هو اللي بيطلب الكرة بيده الشمال بص ارجع لأنه غير اتجاهه وعدم لا مركزية بل لسه هقولك عدم التقايد بمراكز حسين بدأ في الطرف اليمين لو تفتكر المباراة دي بص حسين هو اللي همشي يا سامير خلاص لقدام حسين بيطلب الكرة بيده الشمال بيقول لأنا معايا مساحة وبص وراها حس إحساس بالمكان لمسة بالمهارة بص بقى لوانتو اللي هيحصل ده اتحرك فين بس أوف يا سامير بعد ازمك اتحرك ارجع شوية اتحرك في المسافة ما بين الباك ليفت والسنتر باك نعم اتحرك في المساحة الفاضية اطلعبت له تشاب من حمدي او من السلية اتحرك بص رمضان بقى كمان التحرك بتاع رمضان لان الهاجمة رايحة اتحرك لجوه راح عندك اتجاه بص التحرك بتاع رمضان راح لكوس التمنتاشر تمام وبالتالي اللا مركزية اللا مركزية التحرك هو ده اللي بيتعب المدافعين راحت رمضان في منتهى القوة لكن اه تصدي ولا اروع لابو جبل الكرة في الشوت التاني الاهلي بقى بدأ يبقى يلعب كرة اسرع شوية كمان في الشوت التاني هنا برضو اسلام كرة مشابهة وبردو كانت لرمضان صبح اللمسة والتحرك اللمسة والتحرك في مهارة حسين صحيح طول شوية او زودها شوية في الدريبل بس ماشي ايمن اشرف استلام لمسة يعني فيه سرعة بقى فيه تحرر بقى بص في مهارة خلي بالك ده رمضان ورمضان يقول له هلها هيختم الكرة براسه اللعبة كان في اليمين دخل في الشمال راح لليمين تاني الكروس رمضان لازم دي جول دي لازم جول يا رمضان تمام اذا تامر بدوي في هذه القطات عايزي باين وعاوز ارجع معلش يا اسلام انا اسف للمواطعة بص الكسافة العددية كمان عشان بلال دايما بتكلم عليها والكروس بيتعمل معلش يا سامير والكروس بيتعمل هاتا والكروس بيتعمل من فتحي عاوزك تبص يا اسلام اكتر من حوالي 6 لعيبة جوة 18 او في الحالة الهجومية للنادي الاهلي اهي تمام بس عاوز اقف بالكدر بس يا سامير عدي كده كامل عيب في الهجومية واحد اتنين تلاتة اربعة او تلاتة على تخطى 18 وراهم معلول وراهم اتنين قفلين عنهم يبقى كام واحد في التلت الدفاعي بتاع سموحة ستة كاما بلال ستة واللي برفع الاوبر سبعة 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 في التلت الدفاعي بتاع سموحة ده اللي برضو يشتت المدفعين هو ده اللي مطلوب وده بالزبط وده اللي يخلي المدفعين يغلطوا ويخلوا انت محتار تمسك مين او مين وده اللي يكمل يا سامير على ضربة الراس لان كان يوجد نظر ان رمضان يحطها على شمال ابو جبل افضل في الزاوية اللي هو جاي منها دايما كان مستر مانويل تفضل يا تب كان دايما مستر مانويل بيقولنا هذا الموضوع ان انت دايما تحط عكس يا بلال الكورة اه طبع وفي خصة كلام منه اه ليست على الكورة ان انت بلال اه ليلا